موسيقى أهلا أحبانا مشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة أيضا موضوع شيء ومهم جدا رحين نتكلم عن يسوع ابن الإنسان ما هو مفهوم هذا التعبير الكتابي ابن الإنسان كيف نفهم من كلمة الله وما هو المقصود وراء هذه الكلمة وعن ماذا تعبر هذه الكلمة أنا أدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة إذا كان لديك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك التواصل معنا أيضا أنا أحب أن أسمع منكم دائما وبحب إذا في أي تعليق ممكن تكتبو لنا عنه ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي المشاهدين أرحب فيكم مرة تانية في برنامج ليكن نور أنتم تشاهدون هذه الحلقة على القناة الفضائية قناة الحياة وموضوع حديثنا في هذه الحلقة يسوع ابن الإنسان يصرني مرة تانية أستضيف إلى هذا البرنامج الدكتور القص نيكولا ياسمين راعي الكنيسة المعمدنية الإنجلية الكتابية في مونتريال والجدير بالذكر أنه أيضا الأخ نيكولا أو الدكتور نيكولا هو متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلا وسهلا أسيس نيكولا أهلا فيك أسيس نيزار كتير فرحان نكون معك شكرا على دعوتك الكريمة وفرحان نكون مع الأحبة يلي عم بشاهدونا شكرا كتير إحنا استمتعنا بالحلقة اللي مضت عن يسوع ابن الله قبل ما نبتد في يسوع ابن الإنسان إذا كفيك تعطينا ملخص ولو دقيقة أو اتنين عن فكرة يسوع ابن الله حتى ندخل في صميم حلقتنا اليوم بالحقيقة من أكتر الأسماء التي أعطيت للمسيح أن اتنين ابن الله وابن الإنسان فابن الله رأينا في الحلقة الماضية لم يبدأ بهذه التسمية للمسيح في ولادته وفي صلبه وقيمته وصعوده إلى السماء فقط مذكورين هو الأربع لكن مذكور أنه منذ الأزل هو بهاء مجده وهو رسم جوهره عن جوهر الله فابن الله تحكي عن الابن الكلمة الذي صار إنسانا صار جسدا وعاش بيننا والهدف كان الفداء ولكنه سأتي أيضا للملك مرة ثانية فماذا عن ابن الإنسان أنا بأول خدمتي معرفتي البسيطة في ذلك الوقت كنت أشدد على أنه ابن الله لتدل على لهوته وابن الإنسان لتدل على ناسوته ولكن اكتشرت فيما بعد أن هذا جزء من الحقيقة واليوم سنتشارك فيها وهذا السؤال طبعا الذي أريد أن أسألك كما سألتك من قبل عن مفهوم كلمة يسوع ابن الله إذا ممكن تعطينا التعريف أو مفهوم يسوع ابن الإنسان أحب أن أشارك في البداية بآية من فليبي 2.6 بقول عن المسيح الذي إذ كان في صورة الله صورة ما كان في كاميرا أكيد مش هم يحكي عن صورة صورة أي من هو الله جوهر الله طبيعي المسيح كان مش على شباية هو في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد فإذا حتى نفهم شو يعني صورة الله خلينا نفهم شو يعني صورة عبد حين أصبح إنسان هل أصبح أقل من إنسان شبه إنسان أو إنسان بالكامل طبيعته البشرية فإذا كان صورة عبد تعني عبد إذا صورة الله تعني الله ما فيها نفهم إلا على ضوء بعدي من البعض فهذا ينطبق أيضا على ابن الله وابن الإنسان إلى حد ما نعم ولكن ليس بالتمام وسأقرأ عن أول مرة ذكر عن المسيح أنه ابن الإنسان وأنا أظن أنه هذه الناحية الأساسية والاسم الأساسي للمسيح الذي لم ولا يعطى حقه كامل بدراسة خدام الرب لهذا الاسم ابن الله والثلوث وموضيع أخرى عظيمة تبحث مرارا وتكرارا لكن ابن الإنسان وكأنها شبه غائبة هذه الصفة أو هذا الاسم عن وعينا وأنا أحب أن أعطي هذا الموضوع حقه إذا الرب على قدر ما يكرمني الرب في الموضوع أمين فشوف أول نبوة على الموضوع بدانيال 7-13-14 بقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام من هو القديم الأيام الأزلي؟ الله فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقلد نبوة في دانيال 7 عبرت يقتبس المسيح نفس النبوة نفس النبوة أثناء محاكمته سأرى في مكانين من متى 24-30 يقول وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير آتيا على سحاب السماء هون بدانيال أرينا أنه سيأتي وإذ مع السحب مع السحب والملفت وذكرت هذا الأمر في حلقتنا السابقة أسيس نزار أنه لما قال المسيح عن نفسه أنه هو ابن الله اعتبر أنه جدف لأنه النسب لنفسه تعادل مع الله لكن في آية غريبة متى 26-24 بيقول قال له يسوع لرئيس الكهنة أثناء المحاكمة أنت قلت هل أنت ابن الله؟ قال له أنت قلت وأيضا بدي ضيف علي أريد أن أكثر من هذا أنا ليس فقط ابن الله أريد أن أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء عم يقتبس من دانيال فاعتبر أنه جدف ماذا فهم رئيس الكهنة حين قال المسيح هذه النبوة؟ نحن لنشوف أنه ردت فعل اليهود على شيء قاله المسيح لنفهم صح لازن نفهم شو فيهمه هنه صح حديث كان يدور بينهما ففهم شيء واعتبره أنه جدف أي كفر على الذات الإلهية وقال له ما أقول لك؟ أنا ابن إنسان أنا مثلي مثلك ما صلح له فإذا إما نحن نفهم على المسيح غلط لما أقول أنا ابن الإنسان وأما اللي فهموه رؤساء الدين كان غلط وأنا بظن نحن نفهم غلط أو على الأقل ما نفهم عم الموضوع بالكامل التعبير ابن الإنسان أتى في الأنجيل 81 مرة وكل هذه المرات ما حدا قاله للمسيح أنت في مطرح واحد بعمل الرسل قال سيفانوس أنه يرى ابن الإنسان مرة وحدة حدا ناداه ابن الإنسان لكن 81 مرة في الأربع أنجيل المسيح قال عن نفسه يا ابن الإنسان المسيح لم يستعمل أي صفة أو نبوة أو اسم عن نفسه بقدر ما استعمل ابن الإنسان هذه التسمية الأقرب التي أراد أن يصف نفسه بها وأرادنا أن نعرف نعرفه بها ابن الإنسان ابن الإنسان ابن الإنسان فماذا قصد المسيح لما قال أنه هو ابن الإنسان هذا ما سنتأمل به اليوم طبعا وهذا يعني واضح جدا من تعبير المسيح إذا رئيس الكهني شق ثيابه بعد سماعه هذه الكلمة فإذا أكيد ابن الإنسان بتحمل في طياتها معاني كتير وهنا حابين يعني نفصلها شوي أكتر بعد إذنك أسيس نيكولا أنه يعني حتى نعرف التعبير ابن الإنسان فعلا كتير ناس متفكر ابن الإنسان فقط تظهر إنسانية المسيح تفضل تماما بالحقيقة بالعادة الأديم ذكر ابن الإنسان تعبير ابن الإنسان مئة وسبع مرات تلات وتسعين منهم في حزقيال عن حزقيال في صفر عن حزقيال يا ابن آدم يا ابن آدم بن آدم ابن آدم يا ابن آدم بمعنى يا إنسان حتى نحن اليوم نقول لك يا ابن آدم أو يا إدمي أو بني آدم أي البشر لكن لم تستخدم بنفس طريقة عن المسيح هو لم يكن ابن إنسان ابن آدم بل هو ابن الإنسان وكأنه نحن وقت منقول ما أعرف إذا فيه بالعربي تشبيه مشاهدة بالإنجليزي مثلا ابني حفيدي بيعمل شيء هيك أنه بقول هذا الرجل هذا الرجل بتاعي أيوة القدع القدع تماما هذا مش رجل هذا الرجل هذا مش ابن إنسان هذا هو ابن الإنسان وكأنه الله أراد للإنسان أن يعيش ويكون في حال معينة كمخلوق على صورة الله التي كسرها الإنسان ودمرها في حياته بالفعل الخطيئة لكن المسيح وكان الله أقول هذا هو ابن الإنسان هكذا كنت أريد أن تكون وما يكون الناس عليه بشكل عام لكن ابن الإنسان نراه بكل اختصار ووضوح أنه يشير لأربع نواحي من شخص المسيح أول شيء هو يشير إلى إنسانيته وإنسانيته الكاملة هو الإنسان الوحيد الذي داس على أرضنا الذي لم يفعل خطية لا بالقول ولا بالفكر ولا بالموقف ولا بالفعل لا قبل الدعوة ولا بعد الدعوة كما البعض يصفون بعض الأشخاص هو لم يفعل ولا خطية وقال أبل الصليب قال هو إذا إبليس يأتي وليس له فيها شيء من منكم يبكتني على خطية فأنا بيحتار كيف يمكن أن يقال عن أي شخص آخر أو إنسان أو نبي أو قديس أو رسول أنه أشرف خلق الله من بعد ما تقرنوا بالمسيح أشرف بماذا يعني بميلاده بحياته بخلقه بصفاته بالتعليمه بموته وبقيامته أو برجوعه من سيكون حين يرجع طبعا المسيح لن يأتي ليكسر الصليب ولا يحول مؤمنيه إلى مكان آخر ولكن سيأتي لكي يملك وستجثوا باسم يسوع كل ركبة وكل لسان سيعترف أن المسيح هو رب لمجد الله والمسيح أراد من تلاميذه أن يعرفوا من هو من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان أرادنا أن نعرف من هو ابن الإنسان أقول عنك موسى إليا أحد الأنبياء وأنتم ماذا تقولون ما كرر بس مصورة وماذا تقولون عني أنا ابن الإنسان فجابه بطرس وقال أنت المسيح ابن الله الحي قال لطوبة لك يا سمعان بنيونة إن لحما ودما لم يعلن فإذا أراد أن يعرف الناس أنه هو ابن الإنسان هو ابن الله كان في سورة الله وأتى آخذا سورة عبد وصارا في شبه الناس والجدير بالذكر أنه إنسان كامل يعني تعاطف مع جسم بشريتنا في كل شيء تقلم عطش جاع تعب يعني كل المراحل اللي منمر فيها ما عدا الخطيئة مكتوب عنه تجرب في كل شيء ما عدا الخطيئة وما هو أهم حقيقة أهم نقطة في كونه ابن الإنسان ببشريته الكاملة أهم نقطة أنه استطاع وحده أن يفتدينا ويحمل الصليب لأجلنا ويموت عنا يأخذ دينونتنا لأنه خاطي ما بيقدر يفتدي خاطي مفلس ما بيقدر يدفع دين مفلس كنا محتاجين لإنسان كامل لكي يفتدينا ويدفع عنا ثمن الموت هذا سر الفداء بإيمان المسيحي البعض بيقولوا ما بيقدر كان الله أنه ينقذ مسيحه من أن يصلب نحن نقول سؤال هذا يعني غريب عن المسيحي لأن مسيح أتى ليصلب ويقدر طبعا بيقدر ما يجي بالخالص لكنه أتى ليصلب لأنه لا يستطيع أحد أن يفتدي الإنسان لا ملاك ولا إنسان لأنه كان يجب أن يكون إنسان وإنسان كامل بلا خطيئة ويستفتيع أن يرضي الله أيوان فهذه النقطة الأولى في أهمية ابن الإنسان النقطة الثانية أنه كان متواضع ابن الإنسان أي إشارة إلى تواضعه مع أنه كان في صورة الله في جوهر الله لم يحسب خلصة أن يكون معادل لله وكأن التعادل لله هذا حق مكتسب وأنا أتمسك به من حقه لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وإذ وجد في الهيئة كإنسان يعني نزل من صورة الله إلى صورة الإنسان وكإنسان وضع نفسه وأطاع إلى أي مرحلة حتى الموت أي موت موت الصليب لأن موت الصليب كانت أداة إعدام أشرس المجرمين وكان هو أن يقول ذلك عن ابن الإنسان لم يكن هناك مكان أعلى ليتسلق عليه أو يصعد إليه أو يصب إليه كان هناك ولم يكن هناك مكان أدنى أن ينزل إليه فنزل إليه إنسان أطاع موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه إسما فوق كل إسم لكي تجثوا بإسم يسوع كل ركبة كل من في السماء وان على الأرض وان تحت الأرض ولكن في حياته على الأرض عاش حياة متواضعة جدا يقول أن ابن الإنسان كان محتقر كان مخذول من الناس دعية ناصريا رجل أوجاع تماما يقول أيضا أن ابن الإنسان ليس له مكان يسند رأسه لم يمتلك شيء بهذه الحياة ويقول أنه ابن الإنسان جاء لكي يشرب ويأكل مع الخطاط وابن الإنسان جاء لكي يخلص ما قد هلك وابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي الناس فيصلبوه ويقتلوه واحد وثمانين مرة تكلم عن نفسه ابن الإنسان يصعب أن نذكر كل هالواحد وثمانين لكن تناول كل الآيات وكل الأدوار وكل الصفات وكل الأعمال التي تضعوا وليس يجع على الأرض ليكون كان كثير علينا لو يجع يعمل ملك لكن أتى ابن الإنسان أتى ليخدم لا ليخدم وبالآخر وضع نفسه فيديا لأجلنا فإذا أنت ذكرت أنه يسوع ابن الإنسان تظهر لنا إنسانية المسيح وشيء تاني بتظهر التواضع المسيح التواضع إلى أدنى الحدود صحيح لكن نحن أجمالا من وقفون ابن الإنسان يجع إنسان وجمعت لأجلنا ومتواضع لكن الأبهف في التسمية هو ما سيأتي ابن الإنسان هي إشارة للاهوته وهذا الذي نحن لا ننتبه له إشارة للاهوته نرى أن المسيح قال ابن الإنسان أتى ليخدم ابن الإنسان لم يكن يسنود رأسه يتألم ولكن نفس الوقت قال ابن الإنسان له سلطان أن يغفر الخطايا قال ابن الإنسان هو رب السبت أيضا من هو رب السبت اسأل أيه يهود ماذا تفعل بالسبت ومن هو رب السبت يهوى إلهينه الرب إلهنا هو رب اسألهم ابن الإنسان هو رب السبت أيضا وابن الإنسان أتى لا ليهلك لا ليدين أتى ليخلص لتخلص به البشرية ويقول بأنه ابن الإنسان له سلطان أن يقيم الموت أيضا مرؤس تسعة تسعة يعني ما يقتبس أنا كل الآيات لأنه طويل جدا وابن الإنسان بيحنة خمس سبع وعشرين هو من له سلطان أن يدين كل الدينونة أعطيت لابن الإنسان فأذن أرانا أن ابن الإنسان أتى من السماء ابن الإنسان فتدانا ابن الإنسان متواضع لكن ابن الإنسان هو الله الذي ظهر في الجسد هو الإله الكامل وهو الإنسان الكامل سيرجع ابن الإنسان سيرجع للدينونة كمان وهي النقطة الرابعة بالحقيقة ملك المسيح ابن الإنسان إشارة إلى سلطانه إلى ملكه بمتة 13-41 يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته ولعله هؤلاء النقطة الأخيرتين هن الأهم بنبوة ابن الإنسان اللي رح نتأمل في تفاصيلها بدانيال سبعة وفهم رئيس الكهنة أكتر من كتار من المؤمنين ربما القصوص أنا لا أستهين بإخوة القصوص أنا أتعلم أيضا وكلنا أتعلم لكن اليهود كانوا رؤساء الدين والرؤساء المجمع المحكم الديني السنهدريم لحكم أمام المسيح كانوا أولئك دكاترة اللهوت في العالم القديم فلما المسيح قالوا وأنا أقول لكم أيضا أنكم منذ الآن سترون ابن الإنسان آتين على السحاب قالوا ما بقى فيه اسمع أكتر أن هيك تجديف ولماذا وهذا وهذا رح نشوفه في دانيال إصحاح سبعة بس عشان أعطي فرصة للمشاهدين إذا بلخص يعني الفكرة أنه معنى ابن الإنسان لها أكتر من معنى ابن الإنسان تتكلم عن إنسانية المسيح عن تواضع المسيح وعن لهوت المسيح إشارة للهوت المسيح وأنه ابن الإنسان تتكلم عن المسيح الديان الملك ملكية يسوع المسيح أنا أحب طبعا إذا عاوز أكتر يعني تهدم الموضوع فيك كمان تشوف الموضوع على صفحتنا وحتى تتعلم أكتر عن هذا الموضوع وبرضو إذا عندك كمان أي سؤال أو أي استفسار فيك تتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلا أعزائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة وضيف حلقتنا الدكتور القص نيكولا ياسمين وحديثنا عن يسوع المسيح ابن الإنسان ابن الإنسان في بداية الإصحاح أسيس نيكولا أنت قرأت من دانيال سبعة وذكرت أنه عند المحاكمة يسوع اقتبس نفس الآية اللي هي موجودة في دانيال إذا ممكن توضح لنا أكتر لأنه هاي نبوة من دانيال يعني قبل مجيء المسيح بمئات من السنين إذا ممكن توضح لنا هذه النبوة وما تحمل في طياطها من معاني ولسيما في العهد الجديد نعم رح نصرف ما تبقى لنا من الوقت نتأمل تقريبا بأي وحدة تقريبا لكن كمقدمة بالصحاح سبعة والأي الأولى بيقول في السنة الأولى لبلشصر ملك بابل رأى دانيال حلما ورؤى رأسه على فراجه حينئذ كتب الحلمة وأخبر برأس الكلام أجاب دانيال وقال كنت أرى في رؤياي ليلا ويسرد ماذراء فإذا هذه النبوة هي رؤية رأاها النبي دانيال نحن نرجع شوي لهون لكن ملخصها أيتين بالآية 13 كنت أرى في رؤى الليلي وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه أنا دايما بقول لما أريد أحدث عن أي شي قالوا أو نبوة بقول ماذا فهم اليهود حين قال هذا الكلام مش مهم كما ماذا فهم العرب ماذا يفهم الأمريكان في النبوة المعصرين فهموا تماما مثل هلأ أنا وإياك نتكلم هون لو بعد 600 سنة قدر لأحد أن يرى الفيديو ليس ما يعرف كيف سيكون المجتمع بعد 600 أو 700 سنة أو أكثر فماذا فهم اليهود حين ذكر مع سحب السماء لو لو تسأل أي يهودي من هو راكب السحاب ماذا سيقول من هو الذي يتكلم من السحاب أو يركب على السحاب أو يظهر على السحاب أو سيأتي مع السحاب شخص واحد يهو الهين الرب الهنا والآيات كثيرة مزمور 68 4 غنوا لله رنموا لسمه أعدوا طريقا للراكب في القفار بالعربي يجي في القفار بالإنجليز يقول on the clouds باسمه ياه لهو اختصار اسم يهو واهتفوا أمامه فأزم من هو هذا الذي يركب على السحاب الله بمزمور 104 3 المسقف على ليه بالماء الجاعل السحاب مركبته مركبته الماشي على أجنحة الريح واحد بس يعم إشعية 19 واحد وحي من جهة مصر هو ذا الرب راكب الرب تعرف يكني عن يهو الله أدوناي راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها بعدين يرجع الرب بصور المسيح يقول أنه هو الذي سأتي على السحاب بمتا بمتا مرقس 13 لؤ 21 متا 26 مرقس 14 أيات عديدة يأخذ المسيح هذه الصورة ويجعلها عنوان دوره ومملكته في المستقبل آتيا على السحاب على سحابة المجد وقاد بول وسيرون ابن الإنسان آتيا على سحابة المجد وردول وسترون ابن الإنسان آتيا على سحابة المجد فكلما تكلم عن مستقبل مجيئه وملكه يختبس هذا التعبير هذا الذي تكلم عنه دانيال هذا الذي يركب على السحاب الإله هذا أنا الذي سيأتي وسترون قال له لرئيس اللي كان أنت رح تشوف النار اللي رح تشوف فيه ابن الإنسان آت قال له بس بكفه إذا أنت يلي بركب على السحاب لأنه بيعرف كتير منيح أنه الذي يركب على السحاب ويظهر من السحاب ويتكلم من السحاب ليس أي شخص إلا إله العرد القديم وكمان سفر الرؤية بيعطي كده اقتباس عن مجيء المسيح ثانية على السحاب صحيح صحيح بقول برؤية واحد سبعة متى ما تتفضل هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين أو أتبول سيرون سترون وأن كل عين ما في وقت ندخل ليش بول سيرون لأنه فيه ناس أموات فيه ناس أحياء فيه ناس أحياء مؤمنين فيه ناس أحياء غير مؤمنين حياءة المسيح وستنظره وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوه عليه جميع قبائل الأرض نعم آمين وبرؤية 14 14 هي سهل نحفظه ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن إنسان وانتبه هنا أقول شبه ابن إنسان لأن نقاط يستعمل تعبير لألنا لنقدر نفهمه لكن شكل المسيح في حياته على الأرض يختلف تماما عن شكلي بجسده الممجد حين سيأتي لدرجة أن المسيح بعد مقام كثير متلميذ وما عرفوه كان لازم يذكرهم ومفرجيهم أثار وكيف سيكون شكله على فكرة شوف نزار غنى الكتال المؤدس بدانيال 7 مثلا بيوصف الله بدانيال 7 بول كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام أي الإله الأزلي لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي عرشه لهيب نار وبكراته متقدة نهر نهر نار جار وخرج من قدامه يصف الله كذلك لو ترى كيف يصف يسوع في مجيئه برؤية واحد يصفه نفس الوصف شعره كالصوف وجهه كالشمس ترى أنه شبه ابن إنسان هو إنسان لكن شكله تغير أصبح في مجده الأبدي الآن أول مرة أتى إنسان وضيع راكم على جحش ابن أتان المرة الثانية سيأتي على فرس أبيض ملك ومكتوب على فخذه وعلى جبهته ملك الملوك ورب الأرباب ورب الأرباب لحظت كمان في الآية يعني بقول أتى إلى قديم الأيام هل فيك تشرح لنا الفكرة عن يعني من هو قديم إلا حكيت طبعا إنه لا الله بس وضح لنا إياها أكتر نعم الصورة هي هي هيك الله منذ الأزل هو إله واحد بثلاث شخصيات أو أقانيم أو صفات يصعب أن نجد بكلامنا البشري أن ما يمكن أن نصف به الإله الأزلي أب وابن روح قدس ذات إلهية كأب هو مصدر كل السلطات وهو الذي منه كل شيء المسيح هو كلمة الله أي فكر الله والله هو حي بذاته الروح القدس في التجسد الإبن كلمة الله أتى وصار بشرا صار جسدا بشرا وعاش بيننا وفي كل محط أسي شهد الله هذا هو ابني هذا هو ابني في الولادي كما رأينا في الحلقة الماضية في الموت في القيامة وفي صعوده إلى السماء أين هو المسيح الآن جالسا عن يمين الآب الآب والمسيح جالس عن يمين الآب مش يمين بمعنى جيوغرافيك أو جيوغرافي لأنه بعالم الروح والله روح ما في عنده يمين وشمال لكن يمين تعني دائما العزة والكرامة ماذا يفعل هناك والعظمة في يمين العظمة والسلطان فهو يشفع فينا يشفع بالكنيسة فنحن نؤمن بشر نؤمن بالمسيح نموت وروحيا ننتقل إلى محضر الله لكن بكورانس قولة 15 بيقول بأنه من بعد ما يتم عمل الفداء وتحصل القيامة البشرية بمن فيها أنا وأنت نحن عصات على الله حتى بعد الإيمان لا نزال يعني نخطئ فلا نستطيع نظهر أمام الله بصفة مباشرة فالكل سيخدع للمسيح والمسيح نفسه سيخدع للآب كممثل للبشرية قدموه إلى قديم الأيام حتى يكون الله الكل في الكل وماذا على المسيح ساعة المسيح سيكون مش بس عن يمين العرش لكن في العرش نشوف في رؤية 21-22 عرش الله والمسيح عرش الله والخروف عرش الله والثنين قديم في العرش أي في نفس فإذا ساعة يرجع المسيح إلى حيث كان في رؤية أربع وسط العرش كان وسط العرش صحيح فإذا هو سيأتي ويعلن خضوع هذه البشرية العاصية يقول له هادي قبلوني قبلوا مخطتك أيها الأب خضعوا لك قبلوا النعمة سلموك حياتهم وأنا أعيد كابن الإنسان كإنسان يمثل هذه البشرية آدم الثاني أنا أعيد خضوع هذه البشرية إليك التي أعلنت العدوة والعصيان عليك في الجنة وتردوا من الجنة ساعتها بيكون الله الكل في الكل بس أنت كمان خي أنه بيقفص بكلوسي بيقول لكي يكون المسيح الكل في الكل يكون المسيح الكل في الكل فمش ممكن يكون فيه اتنين الكل في الكل يعني الله الكل في الكل والمسيح الكل في الكل إذا كانوا اثنين واحد الكل في الكل يعني هو السلطان الكامل فتأملنا مع بعضنا بموضوع آتيا على السحاب لكن بكمل ويقول فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا ويقول المسيح في متى 28 دفع إلي كل سلطان لنسأل أي يهودي من له السلطان في السماوة على الأرض وما تحت الأرض من له السلطان ومن له المجد ومن له الملك ويكون الملك كله لله ما فيه غير واحد فأعطي المسيح سلطانا ومجدا وملكوتا إذن لا يتكلم فقط أنه آت على السحاب إشارة إلى لهوتي لكنه أيضا أعطي سلطانا ومجدا وعضاء إشارة إلى ملكه وبعدين يعني كملت الآي لتتعبد له كل الشعوب يعني كمان صار مركز ومحور العبادي تماما هذه النقطة الثالثة إذن هو آت على السحاب نعم ما ممكن كن قبلك لا معك حق حوية هو آت على السحاب لهوتو له السلطان والملك والمجد إلى الأبد وستتعبد له كلمة تتعبد بالعبرة فلاح فلاح لكن كانت تستخدم للإشارة لعمل العبادي لأي شخص لإله لأنه كان يعتبروا أنه مثلما الفلاح يتعب ليحرث الأرض لحتى يجعلها تعطي نتيجة العبادي يجب أن لا تكون رخيصة فأنا أقول لأحبائنا هؤلاء اللي بيقروا أيتين أبما يناموا بيصلوا شوية نعم بسوق الصبح وعبدنا الله كانت تستخدم فيها حراثة فيها عمل العبادي لله هي جبال مش مضنية لكن عمل إرادة عمل حقيقي نحن نعبد إلينا هذا يستحق أن نتعب لأجل يستحق أن نعبد ويستحق أن نمجد حتى اليونانيين القدماء كانوا بيبنوا الهياكل على مرتفعات الجبال عشان لازم يعني يكون في شقاء وتعب وعناء لا يصل المكان يعني لازم يتعب حتى يصل في كتار ناس بيفسروا شي بتعرف الناس اللي بيمشوا حفات واللي بيعيشوا بالصوامع وبيقلم وأجساد ونحن نعرف في العدد جيد أن هذه القيمة لها ليست بقيمة ما من جهة إشباع البشرية عبادة نافلة نعبد الله بالروح والحق بعدين بقول قدموا له الشخص يشبه بالإنسان تتعبد له جميع الألسنة والشعوب سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرد وأنا هون بدي أتكلم شوي عن شو المقصود سلطانه لن يزول وملكوته لن ينقرد بالإصلاح سبعة بالحلم اللي شايفه دانيال وهذا كان الجزء الأخير منه شايف أربع حيوانات شايف حيوان كالأسد وقاله وصف معين وهذا بشير للمملكة البابلية وهذا شايف حيوان آخر كل حيوان يأتي يهزم ما قبله يقتل ما قبله ويملك بدله وبقول هذه الحيوانات هي ممالك بفاسرة الحيوان التاني هو كالدب اللي هو مادي وفارس ووقف على جنب واحد لأنه كان فيه جزء من هالمملكة المتحالفة أقوى من جزء آخر بعدها يأتي ملك نمر له أربع أجنحة المملكة اليونانية اللي لما مات إسكندرا المكدوني الأربع قوات تقسموا المملكة وبعدها يأتي حيوان آخر لا يشبه بشيء ما بقول كالفيل أو كالفهد أو غيره بس بقول رابع هائل وقوي وشديد جدا وهذه نبوة عن المملكة الرومانية ونهاية هالمملكة الرومانية بقول في قرن صغير طلع ويتكلم بعضائم فمه لما بيحكي عن المسيح الكذاب اللي بده يجي الوحش مرات تير بيحكي عن فمه متكلم بعضائم متكلم بعضائم رح يأثر على الناس بخطبه بالأفكار اللي بيحكيها منظره أشد من رفقائه وسيهزم قدسين العلي ثم يأتي المسيح ويملك اللي بده يجرب أقوله دانيال رأى بكل سفر دانيال مرة إثنين أو ثلاث أو قات هو يرى أو قات الملك يرى الحيوانات وتمثال نبو خد نصر تعاقب الممالك تعاقب الممالك تعاقب الممالك تنشأ مملكة ومش عم نحكي عن مملكة صغيرة على مستوى مثلا مملكة صور ومملكة صيدة ومملكة عم نحكي عن أمبراطوريات حكمت العالم في حينه فكانت أمبراطورية ترتفع وتحكم العالم تستبد به تأتي مملكة أخرى وتهزم قبلها إلى آخره وبالآخر بده يجي شخص يلي بتكلم بعدين عنه دانيال بتسعة وبكل تفاصيل يلي رح يجي على هذا العالم ويحاول أن يوحد العالم ببطشه وبسلطانه وثم يأتي الرب يسوع المسيح لكن شو عم بجر بيقول هون سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض وكاننا عم بقول ما تخافه هذا شبه ابن إنسان قاتني على سحاب المجد الذي يقربه أمام قديم الأيام ويعطى سلطان ومجد وملكوت هذا ملكوت لن تأتي مملكة من بعده تطويه أو تهزمه وتملك ملكوته نهائي نعم فيصبح الملك كله للرب إلينا صارت بسمع الصوت وهذا قد صارت ممالك الأرض لربنا ولمسيحي هذه الحلقة النهائية من تاريخ هذا العالم وهذه البشرية التي عانت الأمرين بقوله أنا بقول الأمرار يعني جمع مش بس مر مرتين وكل ما بقوله سلام وأمان يفاجئهم كالمخاضي بغتة فلا ينجون يعني هذا سيكون فيه لكن هذه البشرية كلما منقول نتنفس سعداء وبلش تصير فيه أمن اقتصادي بينهز وأمن سياسي بينهز وحروب قال إنما حرب وخرب هاي بدانيال كمان قضية بها إلى الأبد يلي حاطت رجاءه في هذا العالم يلي منتظر يكون إليه رجاء أو طمأنيني في هذا العالم بكل الأحوال حتى لو العالم عاش في مرحل من مراحل حالة الرخاء ونحن بالموت الموت يغيبنا واحد ورد تاني الله يساعد الإنسان اللي حاطت رجاءه بملوك هذا العالم ونحن جينا خيب تعرف من الشرق الأوسط يلي عاني ويعاني الكثير من حب لدننا من صلي لأجله من صلي أجل شعوبنا لكن إذا بدنا نشوف التحذب بأبشع مشاهده وأشكاله نتأمل بهالشرق يلي كل واحد ضد التاني وكل واحد يخطئ التاني وحروب والملك الحقيقي رب الأرباب ملك الملوك تشوف أن العالم لا تلجأ لعنده لكي تخلص بهذا لابن الإنسان فهذا نحن نقول لابن الإنسان لا نعني فقط إنسان متواضع افتدينا لكن نقول أيضا الإله الذي أتى من السماء ورجع إلى السماء عن يمين العظم ونتكلم عن ملكه الذي لن يزول ولن ينقرض ولن ينقرض يعني بلاحظ من خلال كل حديثك سواء في الحلقة عن يسوع ابن الله أو يسوع ابن الإنسان هو بالحقيقة أنت عم تتكلم عن هوية المسيح وهذه الهوية اللي عم بحاربوها كتير كتير من الناس لأنهم يسيئوا فهم التعبير عندما نقول يسوع ابن الله أو يسوع ابن الإنسان وهذه الهوية اللحظ يعني من خلال كل حديث هي جاي في مخطط إلهي بحسب الحلم أو الرؤية اللي شافها دانيال أنه عم بتصير بتناغم كيف أنه المسيح جاء وكيف قرب نفسه كيف قدم نفسه فدية ذبيحة أضحية من أجل خلاص البشر وكيف أنه المسيح رح يرجع ورح يملك يعني كله كل هاي الهوية اللي بتتكلم عنها هي بتتمحور حول شخص المسيح فداءه وخلاصه أيضا وهذا كله لخيرنا ولمنفعتنا أيضا أمين شوف أخ نزار بالكتاب نشوف أنه هناك ثلاث محطات مهمين كثير أنه نفهمهم على المسيح هو الإله التي تجسد الذي يفتدينا وهو الديان والملك الأبدي أي ناحية من هذه النواحية وإذا نختصر نختصر النقطين الإله المخلص إن لم يؤمن الإنسان بمن هو المسيح وما فعله المسيح لا خلاص له لا نقول هذا باب التعصب أو التشدد أو التشبث تعرف كل دين معين نحن وبس الإله تبعي وبس الشفيع تبعي عند المسيحيين فلان وهذا هو قدسين نحن نحب كل الناس ونحترم كل الناس لكن نحن نقول المسيح فقط والمسيح فقط لسببين من هو وماذا فعل من هو هو ليس إنسان نبي تاب تقدس خدم ترفع ربنا رفعه أو حدا عطاء هيلة القداسي هو ليس إنسان هو الإله الذي صار إنسان وهو في بشريته كان إنسان وإله في نفس الوقت ورجع إلى حيث كان وقال له مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم اثنين لا أحد يستطيع أن يفتدينا غيره لأن الفادي يجب أن يكون إله إنسان كامل لأن إذا لم يكن إله لا يستطيع أن يغفر الخطايا لو أنا لا صمح الله شتمتك وزوجة تحبني محبة عظيمة تقول لي غفرت لك قال له نعم شو علاقتك في الموضوع المذنب إليه هو الوحيد الذي له حق الغفران وأن لم يكن إنسان كامل لم يكن لم يكن أن يحمل خطيانا لأنه كان عليه أن يحمل خطيانا هو الذي هو حمل نفسه خطيانا في جسده على الخشب وإذا انتكرار لأوله يحنى قال هو هذا هذا هو حمل الخروف طبع الله الذي ليس يمحو ينصف يحمل يرفع يحمل خطايا العالم فإذا كونه إله كامل وكونه إنسان كامل قبل أن يحمل الصليب لكي يخلصنا يفتدينا يعطينا خلاص وحياة أبدية كيف نقبل هو مات لأجل كل الناس ولكن هل هذا معناه أنه كل الناس خلصت والجواب لا لأنه شرط قبول الخلاص هو أن نقبل إليه ونقبله نقبل ونقبل السيس نيكولا وهذا بيسميه بكتاب إيمان هذا هو الإيمان أكيد أكيد وأنت بتتكلم معاي تذكرت الآية اللي الرب يسوع يعني كان بيتكلم فيها مع نيكوديموس في آية 13 آية قوية جدا بتقول وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء صحيح ابن الإنسان الذي هو في السماء في إصحاح 2 آية 25 مكتوب ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه لأنه علم ما كان في الإنسان صحيح فإذن واضح من إنسانية يسوع برضو لهوته المتميز والخارق وهو بيتكلم مع نيكوديموس بقول مين للصعد لغة بيفامها نيكوديموس بحسب النبوة في العهد القديم إلا الذي نزل ابن الإنسان الذي هو اللي بيتكلم معايا يسوع بس بقول له ابن الإنسان الذي هو في السماء أيوه صحيح وإذا ممكن لنختم من ناحية عملية لأنه لو في شخص نحن أو أي مشاهد عزيز حبيب نقول باللبناني بصم بالعشرة أنا موافق معكم لكن هذا لا يعني أنه خلص أو استفق لأن الشيطان يعلم كل هذه الحقائق وهو الشيطان العاصف في الختام حتى الإنسان يخلص يجب أن يولد ولادي ثاني وشبه المسيح الخلاص بثلاث صور بيوحنى ثلاث المقطع لحضرتك ريته واحد الولادي الإنسان دائما بسأل الإنسان أنت شو عملت حتى ولدت والجواب هو ولا شيء أنا ولدت بفعل إرادة أهلي فعل فاعل تماما فإذا أنا حتى أخلص لأن معظم الناس كنا بعز من كم يوم كل أديان العالم تقسم إلى قسمين كلهم بما فيه المسيحية البعيدة عن الإنجيل تؤمن أنه أنا يجب أن أعمل أعمال صالحة لتقبلها الله وليه خلصني الكتاب هو العكس تماما عمل عمل المسيح وأنا علي أن أتقبله فلست أنا العامل هو المتجاوب هو العامل أنا الذي أتجاوب إما أخلص بأعمالي إما أخلص بعمله إما هو يقبل أعمالي ونحن عملنا كل وحش كل سيئة قذرة وإما عمله الوحير على الصليب الذي عمله نحن نقبله فإذا يجب أن أولد ولادة ثانية أتنين أعطى قال له ما بتفهم كيف قال له كيف أدي أولد قال له أعطيك مثل ثاني إذا ما فهمت الأول تفهم الثاني الريح تهوب حيث تشاء أنت ما بتعرف من أين جاي لأين رايحة بس بتسمع صوتها قال هكذا كل ما نولد من الروح إذا ما فهمت أن الولادة فهم من الريح هكذا عمل الروح القدس ما بنفهم بالزبط شو بيعمل فينا لكن أنت تتنفس من هذا الريح وتشعر به الروح القدس يولدنا من جاي ثلاثة قصة الحية النحاسية قال له كما رفع موسى الحية في البرية ما قال له بدوا يروحوا يعبدوا أو يصلوا له أدموا له ذبايح بس اذهب وانظر ليه هكذا يجب أن تفهم لا هكذا الله قال هكذا بصير إذا الله قال هك هكذا هو الإيمان إني حاول أفهم اللي قال الله لكن لو لم أفهم أنا أسلم وأطيع إن لم تولد من فوق قال له الرب لن يقول نيموس لن ترى ملكوت الله وأنا رجائي من كل أحباء اللي يسمعون خيّي تواضع أمام الله اقبل نعمته اقبل هذا ابن الله ابن الإنسان يلي إجا وميت عنا على الصليب يلي ناطرين عن قريب يظهر على سحاب المجد لكي نخلص يكون لنحية أبدية أكيد أكيد يعني العاوز كمان أقوله في الختام يعني معنا بضع دقائق أنه المسيح اتعامل وتكلم كابن الإنسان وكونه يقول عن نفسه دائما ابن الإنسان ابن الإنسان يعني تخيل لنك إنت تقول لي أنا إنسان أنا إنسان طبعا عارف أنك أنت إنسان ولكن طالما أنه المسيح مش من هذا العالم كما يقول الكتاب جاء من فوق فإذا لما بيتكلم عن نفسه ابن الإنسان فهو بيتكلم عن طبيعة فعلا يعني هو كان في السماء نزل على الأرض أخذ جسد ومع أنه بيحكي إنقديم هو في السماء لكن اللي بيتعامل فينا مش الإله مع أنه يعني الطبيعتين الإلهي والإنسان لكن بيتعامل معنا كالإنسان حتى نعرف نتواصل ونتجاوب معاه صحيح أنا لما تأملت بهذا الموضوع شعرت أن المسيح كان بكل لحظة لأن في ناس بيقولوا طيب وليش المسيح ما قال أنا الله وخلصنا بكل لحظة لما يقول عن نفسه أنا ابن الإنسان وقاتي على السحاب أنا ابن الإنسان قاتي على السحاب كان عم بيقله من هو ومثل ما نقول فهم رئيس الكهن هذا الموضوع وفهم بالزبط شو عم بيقول وقال له أنت جدفت خلص بكفة يلي قلته لأنه رفع نفسه لأعلى مرتبة وللنبوة فيه دانيال الوحيد اللي بتكلم عن ابن الإنسان الملك الإله القاتي على السحاب لأنه الله هو الذي يركب على السحاب فكان المسيح بكل لحظة عم بيقلهم من هو بعدين قال له مثل ما قلنا بالحلقة الماضية عن ابن الله أكتر من 174 مرة في الأنجيل ذكر عن الله الآب 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 قال له فليبوس أرنا الآب وكفانا قلنا الآب قال له صار لي مدي هل أدي طويلة معكم ولم تعرفني مش لم تعرفه انتبعت وضوح الكلام ولم تعرفني هو عميس هلو مش عنه يسألوا عن الآب يا فليبوس من رأاني فقد رأى الآب طيب ليه ما قال عن نفسه ما قاله بس صدقوه كل مرة قرب من الموضوع يقلهم أنه مرة بد أن يدفعوه عن الجرف مرة يحملوا حجار لا يرجموه لا يقتلوه وبالآخر صلبوا رب المجد أسيس نيكولا يعني فيه معنا أكم دقيقة يعني واحدة من الآيات اللي بحبها كتير كتير على قلبي لما الرب يسوع اتعامل مع زكا وخلص زكا وبيته كمان لكن حكي عبارة في في لوقت 19 الآية 10 لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك نعم إذا حبيت تحط لنا كل القالب كل الصورة اللي تكلمت عنها سواء رؤية دانيال في العهد القديم أو اقتباسات يسوع عن ابن الإنسان في كده يعني مرحلة نحطها في الصورة إيه اللي عاوز الرسالة اللي عاوز توصلها ولا سيمة إنه ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص إلهنا صار إنسان أمر عجيب أمر عظيم لا يستطيع فكر البشري أن يتقبلوا إلا إذا كان بالتسليم والتواضع كامل وشعور بذاتنا بعدم نفعنا عدم أهليتنا حتى الاقتراب إلى الله لو نحن بإمكاننا نقترب إله لماذا يقترب إلينا ابن الله ابن الإنسان صورة الله صورة عبد ليفرجينا الناحيتين الله خلق الإنسان على صورته الإنسان شوها الصورة بسبب الخطيئة أراد الله أن يسترد هذه الصورة في الإنسان أن يعيده ليس فقط إلى حيث كان بل إلى ليس إلى الجنة نحن نعرف الجنة كانت في الأرض ولكن إلى محضره في السماء فهذا الطلب أكيد مش الإنسان هو الفاعل والله ردد الفاعل الإنسان فاعل ردد الفاعل الله من قبل أن يخلق الإنسان عارش وده يصير ورسم المخطط والأمور ليست مفاجأة عليه وهو يحاول أن يعمل ردد الفاعل الله هو الذي يختار الفاعل وهو الذي يتحكم بردد أفعالنا ويختار ردد فاعله قال دم المسيح معروفا قبل سابقا قبل تأسيس العالم فالمسيح هو ابن الله الذي من جوهر الله ولكن كان لابد أن يشبه أخوته في كل شيء فصار بشرا صار جسرا وهو في بشريته وفي إنسانيته كان يحضرنا للهوته وملكه هؤل الأربع نقاط التي تكلمنا عنهم اليوم وإذ صار في لايئة كإنسان تشارك معنا في كل شيء يقول بعبرانيين اثنين وثلاثين باللحم الدم تشارك معنا لعدة أسباب ليبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت ولي كي يخلصنا ويعتقنا نحن لعشنا كل حياتنا في خوف من هذا الموت ولي كي يشابه أخواته أخواته في كل شيء ويتجرب مثلنا فيقدر أن يعين المجربين فكان في حتمية أن يصير مثلنا لا يخلصنا لا يصير مثلنا حتى نحن نصير مثله أمر عظيم وإن شاء الله بحلقة قريبة نرى ماذا عمل فينا خلاص المسيح ماذا حقق لنا خلاص المسيح آمين شوقتنا أن نسمع هذه الحلقة كمان ربنا يباركك كأسيس نقولة ويبارك خدمتك ويبارك الكنيسة وعملك ويبارك ويبارك حتى الرب يعني يستمر في البركة في حياتك إخوتي وأخواتي اللي حضر الحلقتين يسوع ابن الله يسوع ابن الإنسان إذا لأي سبب ما حضرت هذه الحلقات فيك تفوت على الصفحة تاعتنا تشوف على الإنترنت كمان حلقات كاملة وأكيد رح تستفيد وتتبارك ولكن عاوز أقول أنه في كل الموضوع تخيل أنه هذا التجسد الإلهي هو من أجل خلاصك ومن أجل خلاصي لكي يخلص الإنسان فأنت كل ما عليك أعطي حياتك ليسوع المسيح ربنا يباركك اشتركوا في القناة